أوروبا تتهيأ لمواجهة شتاء صعب بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الناجمة عن حرب أوكرانيا وعن انقطاع امدادات الغاز المورد من روسيا القمة بحثت المخططات العاجلة التي وضعتها كل من الدول الأعضاء لمواجهة الأزمة جاز بروم تعمدت منذ العام الماضي خفض احتياطياتها من الغاز إلى أدناها في عشر سنوات وإلى حد الآن توقفت امدادات الغاز الروسي جزئيا أو كليا بالنسبة إلى 12 دولة الدول الأوروبية مدعوة إلى ملء احتياطياتها الإستراتيجية من الغاز إلى مستوى 80% في حدود شهر أكتوبر عقود الغاز المسال المورد من الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 70% الواردات من النروش ارتفعت بنسبة 15% ومن أذربيجان بنسبة 90% إضافة إلى رفع واردات الطاقة من دول أخرى بدأنا في تنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها على الصعيد الأوروبي مثل منصة المشتريات المشتركة حيث يعمل الشركاء من القطاع الخاص على استخدامها منذ أسبوعين من أجل تقديم طلبات مشتركة للتزود العيون كافة تتجه نحو ألمانيا لأنها تمثل تقليدا أكبر موريد للغاز من روسيا ننتظر تقارير قريبا حول إمكانات توحيد الموارد المتوفرة ويمكننا من السير نحو هدف التخلص من مصادر الطاقة الأحفورية من روسيا دول أوروبية عدة تطالب بالتدخل في السوق من أجل تحديد سقف أسعار الغاز وكذلك فك الارتباط بين أسعار الكهرباء وأسعار الغاز تداعيات انقطاع واردات الغاز من روسيا تتجسد إلى حد الآن في ارتفاع أسعار المحروقات والمنتجات الاستهلاكية وتراجع القدرة الشرائية للمواطن الأوروبي وهو ما يخشاه كل مسؤول سياسي خاصة ونحن لا نزل في بداية الصيف مردين الفريد الحدث بروكسل